نطالب بالتخلي تماماً عن أمر سنة 78 لأنه منذ البدء كان سيء الصيد كان منافع للدستور الدستور القديم فما بالك الدستور الجديد وهو يعطي للإدارة صلوحيات بدعوة الأمن تتصرف فيها كمارينا بشكل عشوائي فبالتالي جاء الوقت بشيقع إلغاء الأمر هذا ثانياً وطالب كذلك بأن تكون هذه الفرصة للتخلي نهائياً على محاكمة المدنيين من طرف المحاكمة العسكرية لأنه ما عنده حتى مبرر سواء الالتجاء إلى طرق سهلة للاقتصاص من الخصوم السياسيين وأخيراً هي فرصة بشي نطالب إطلاق صراح جميع المساجين السياسيين من حقوقيين ومدونين وصحفين إلى أخيره فوق العاشرة وقع تتباحهم في المدة الأخيرة وعلى رأسهم بالطبع العميد عبد الرزاق الكلاني الذي أودي على السجن لأسباب لم تقنع أحد لماذا يحاكم اليوم عبد الرزاق الكلاني؟ هل هو أخطأ أم هو فعلاً هو السجين رأي اليوم في تونس؟ نجاوب بالسؤال الأول وبالنسبة للسؤال الثاني هي نتيجة يؤخر على سي عبد الرزاق الكلاني ما قاله وما نشر على شبكات التواصل الاجتماعي منه في مخاطبة الأمنيين نبههم من مغبة عدم التقيد بالقانون وطلبهم بأن يطبقوا القانون وقال لهم أروا ما يفيدكمش الذين أصدروا لكم الأوامر يا سيدي على فرضي هو هذا كلام قانوني وسي عبد الرزاق أثناء محكمته ورى كيفاش أن الأوامر الإدارية يجب أن تكون مقيدة بالقانون وأن المأمور إذا مشتبه في قانونية التعليمات يراسل رئيسه الذي يرد عليه كتابة أما إذا تبين له بأنها منافية تماما للقانون فله الحق المغمور بأن لا ينفذها فالكلام ما قاله هذه فهمة على أنه تحريض ضد الدولة تحريض ضد مؤسسات الدولة تحريض للجيش والأمن بعصيان الأوامر المدنية يعني فما المثال الفرنساوي إذا كانت حب تقتل كلب كتهمه بالكلاب حاشة عبد الرزاق وحاشة هذا المقام يعني إذا كان الكلام تأولوا التأويل الواسع فهذا منافية لمبادئ القانونية التأويل الضيق في المادة الجزائية هو الذي يمشي على كل حال على فرض أنه خطأ هو عبد الرزاق الكلاني كان في ذلك الوقت بصيفته محام نايب على النوردين بحيري ومشي بشيقاب له وقانون مهنة المحامات وهو قانون يعطي الحق بشيقاب المنوب أينما وجد ترجمة نانسي قنقر